تعتبر أغطية السرير بأميتارية للبكتيريا والفطريات والتي تشكل خطرا على الصحة ففي الوزائد وحدها يمكن العطور على ما يصل إلى 16 نوعا من الكائنات الحية الفطرية والميكروبات الموجودة في طياتها هذا بالإضافة إلى أخرى في الفراش والتي يمكن أن تسبب أمراضا خطرة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الزائد الدودية والسيالة للناتج عن البكتيريا المكورة فالجسم يفرز سوائل والزيود كل ليلة أثناء النوم جانبا إلى جمع آلاف من الخلايا الجلد الميتة وتصب أغطية الأسرة المنتصخة غالبا بأنها مستودع للكائنات الحية الدقيقة والتي يحتمل أن تكون خطرة قد تؤدي جارة ميسيرير إلى إصابة الأشخاص بالتهيوجات الجلدية والتهابات حيث أن هناك كائنات بكتيريا في أجسامنا وعندما تسقط خلايا الجلد الميتة مع هذه البكتيريا على الفراش يمكن لهذه البكتيريا أن تزدهر وعندما تعود إلى الجلد يمكن أن تؤدي إلى التهاب الجريبات وهو مرض جلد شائع يحدث عندما تلتهي بجريبات الشعر ويتسبب إطارة الحك والتقرح يعد انتهاب الزائدة الدودية من العواقب الخطرة للفراش والأغطية المتصخة فعندما تدخل البكتيريا أو الطفيليات إلى الجهاز الهضمي قد يؤدي ذلك إلى احتقان وانسداد الزائدة الدودية وهذا المرض كما هو معروف من الحالات الطبية الطارئة التي تستدعي رعاية صحية سريعة حيث يعتبر من الأمراض التي تفاجئ المريضة وغالبا ما يقرر الأطباء إجراء عملية جراحية سريعة لإزالتها تجنبا لأي أضرار يمكن أن تسببها في حالة انفجارها داخل الجسم استنشاق الأشخاص للجراتيم والبكتيريا أثناء النوم يهدد بالإصابة بمشكلات صحية في الأنف والصدر والجهاز التنفسي بشكل هام وقد تصل أضرارها إلى حد التهاب الرئوي والربو قد يؤدي استنشاق هذه الأنواع من الجراتيم والبكتيريا إلى ضعف جهاز المنع مما يجعل جسم الإنسان دائما عرض لأنواع مختلفة من الأمراض وتدخله بالتالي في دوامة من المعاناة المستمرة وإليكم فيما يلي بعض النصائح والإرشادات التي يجب الحرص على اتباعها بشكل دوري لبقاية من الجراتيم وبكتيريا الأسرة وتجنب أضرارها الصحية غسل أغطية الأسرة في درجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية الحرص على استبدال أغطية الأسرة مرة كل أسبوع على الأقل لمنع تكاتورها تنظيف الأرض المحيطة للأسرة بشكل دوري باستخدام سوائل التطهير استبدال ملابس النوم كل ثلاثة أيام مع غسلها مباشرة مراعاة الاستحمام قبل النوم لتخلص من البكتيريا ومنع انتقالها إلى السرير كما يجب منع الحيوانات الألفة كالقيطة والكلاب على سبيل المثال من النوم على الأسرة وتخسيص مفروشات لهم وغسلها بشكل دوري